السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نعرض حقيقة قرار التربية العسكرية للبنات 2024 بالجامعات المصرية هل فعلا سيتم تطبيق هذا القرار أم لن يتم تطبيقه حاليا سنتعرف هذا الخبر بكافة تفاصيله فبقوا معنا أهلا بكم من جديد انتشر في الأولى الأخيرة العديد من الشائعات حول إقرار التربية العسكرية الإجبارية للطالبات في الجامعات المصرية لعام 2024 ولكن حتى الآن لا يوجد أي قرار رسمي يؤكد هذه المعلومات السؤال الآن لماذا تنتشر هذه الشائعات أولا للرغبة في التغيير حيث أن هناك دائما رغبة في تطوير المنظومة التعليمية وتدريب الشباب على المهارات المختلفة بما في ذلك المهارات العسكرية ثانيا التأثر بالأخبار العالمية فقد تكون هناك أنباء عن تطبيق أنظمة ممثلة في دول أخرى مما يسير التساؤلات حول إمكانية تطبيقها في مصر ثالثا الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تنتشر الشائعات بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما يزيد من انتشار هذه الأخبار دون التأكد من صحتها والسؤال الآن من أين يمكن الحصول على المعلومات الصحيحة والإجابة من المواقع الرسمية للجامعات ومن وزارة التعليم العالي ومن وسائل الإعلام الرسمية وهناك بعض النصائح الهامة لا تصدق أيها الفتاة الشائعات فلا تنشري أو تصدق أي معلومات لم يتم تأكدها من مصادر رسمية وتحقق دائما من المصادر أي تأكد دائما من صحة أي معلومة قبل مشاركتها والتصل بالجهات المعنية إذا كان لديك تساؤلات لا تترددي في التواصل مع الجهات المعنية للحصول على إجابات واضحة وفي النهاية يجب الانتظار للإعلان الرسمي من الجهات المختصة لمعرفة حقيقة الأمر وهناك سؤال يطرح نفسه لماذا قد تكون هناك مقاومة لفكرة التربية العسكرية للبنات قد يواجه تطبيق التربية العسكرية للبنات بعض المعارضة لأسباب مختلفة منها الاعتبارات الثقافية والدينية فقد يرى البعض أن التدريب العسكري لا يتناسب مع طبيعة المرأة في بعض المجتمعات وكذلك التركيز على الجانب الإكاديمي حيث يرى البعض أن التركيز يجب أن يكون على الجانب الإكاديمي والمهني للطالبات وسالسا الاعتبارات الصحية حيث يخشى البعض من أن التدريب العسكري قد يؤثر على صحة الطالبات البدنية والنفسية ولكن على الجانب الآخر هناك فوائد للتربية العسكرية للبنات منها بناء السقة بالنفس وتحسين اللياقة البدنية والتنمية المهارات القيادية والتأهب للطوارئ من هذا التقرير يا شباب نجد أن لا صحة أو لا تأكيد لتضييق نظام التربية العسكري لبنات الجامعات والمعاهد حتى هذه اللحظة فلم تصدر وزارة التعليم العالي مثلا أي قرار بهذا الشأن فنصيحة لكل شباب ممنوع يا شباب ننشر أي حاجة غير لما نكون خلاص متأكدين منها 100% وعموما إذا تأكد الخبر فإن شاء الله إحنا أول ناس هنعرضوا على قناتنا فقط تابعونا أشكركم وإلى اللقاء